السلام عليكم. معكم قناة ميتستيل. اليوم هادلا فيديو هادا. اللي تطلبوني ببعض دهال اخوان. على كيفية تحميل جواز تلقيه اللي يصدر على انه ابتداء من يوم غد لي وسبعة يونيو. ان شاء الله. غد يقول لي يعني هو عوض اذيك شهد التنقل. وعطي منح للناس اللي داروا تلقيه جرع اللي ولو جرعه التانية. واللي قاموا بتحميل هذا جواز تلقيه. لو ضد فيروس كورونا. انه بيتنقلب واحد الحرية. يعني يروح حرية عامة سواء الف يعني آآ بعد الحضار جليل الاولى السفر. سنقل بين المدور حتى آآ خارج الوطن. هادا جواز هذا اللي انه فايلا انه تشجع الناس بس يقوم بعملية تلقيه. واننا نوصل واحد يعني نجاوز واحد يعني واحد نسبة لي عالية. وهنا نجوز يعني اول دولة عربية اللي قامت بي آآ يعني انطلاق عاملية دي اللي هي اليوم اللي هي آآ آآ يبدأ يعني ابتداء من سبعة يونيو. آآ وهد المبادرة اللي هي يعني صراحة يعني مبادرة يعني طيبة. وتنتمنى من الناس انهم قوموا بالتلقيه. وانهم باش تطلع يعني يعني باش نعيشوا بواحد الحرية تامة من هاد الفيروس. بداية آآ طريقة التحميل هو ان ندخلوا الموقع يعني دوب الفي دول في لقاح كورونا بوان اما. اللي تمشوا يعني تحميل جواز التلقيه ضد الفيروس كورونا. اللي كانت في قبل تحميل جو آآ كانت تحميل الوثيقة تبول جواز التلقيه ضد فيروس كورونا. لانه هاد الوثيقة هذي انها كما قدت لكم آآ تتخدم يعني خارج الوطن. طريقة هي سهلة وبسيطة. هنشوفوا كيفاش يعني ان نقوموا بالملأة. الخانات هي عبارة عن بطاقة تعريف وطنية. تاريخ ازدياد. وكذلك وحدة الرمز دي التحقق. هنا كما تتشوفوا آآ عند آآ تذهب الى هاد الصفحة التالية. اللي فيها تحميل جواز صافر وتعطيكم رقم الهاتف. تتشوفوا آخر الهاتف اللي هي ستباني لسة وخمسين. ربما انكم يكون الهاتف دي يكون خاطة او الهاتف. هنا تنقوموا بتغيير الهاتف. يعني اغلبية الناس اما تكون آآ المشكلة دي آآ الناس اللي قاموا با عملية دي المعالجة البيانات. تكونوا لقد ضل اخط اوف التليفون. معلينا الا ندخلوا الموقع. وتندخلوا الهد آآ الواجهة هذي. وتنشوفوا غير الرقم الاخير دي الهاتف وش هو دينا او لله. الى كان دي النارة يجينا واحد الميساج. في اربعات دي الارقام. هذو كل اربعات الارقام هم مرز الرمز دي التحقق. اللي تندخلوه متما وتنذيرو التأكيد. ومن ثم تنقوموه بتحميل هاد الجواز يتلقيه فيروس كورونا المستجد. بالنسبة الناس اللي ما شافوا النامرة الهاتف ديهم في الاخير ماشي هي هيديك. او لا ما وصلوا مش او لا طح لهم التليفون. او لم قاش عندهم هادا الرقم هذا. معليهم الا التهب لهذا الاسفل. هنا اللي فيها في غيره. يعني في حالة اه انكم اه يعني الرقم غير مطابق او لا هكا او لتم تغيير دي الرقم لهاتف. هنا جي ولك يمكن لك تدخل لهذا الرابط اللي هي بالازرق. يعني الرابط تضغط عليه وتما تتكمل يعني المعلومات اللي خاصة تملأهم. اه بعض الناس اللي انهم تكونوا مثلا. اه داروا لمشي رقم الهاتف ماشي ديالهم او لهذه. هنا خصد دروري تكون عندك البطاقة بتعريفة وطنية. لانها عا تحتاجها من قبل. عا تحتاجها من بعد. لانها عا يطلبوا لك يعني معلومة البطاقة وكذلك يكون عندك اه تاريخ ديال حقنة الاولى. يعني لازوز الاولى. كما قلت لكم اننا هنا غادي نمشيو نضغط لهذاك الرابط التالي. هاد الرابط اللي سيخول لنا اننا نعطونا المعلومات ونغيرو رقم الهاتف. ولكن لا قمتوا بتغيير دياله بزاف راها في الاخير غادي اتبلونطا ما بخاش ايو غادي اتوز لكم. هنا كما تشوفوا تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة التاريخ الوطنية. هنا تتبطوا البطاقة الوطنية وتديروا تاريخ الانتهاء دياله. وخد تكون منتهية ما عليش ما كنش يعني اشكال. تتكشبوا هادك تاريخ الانتهاء. اه يعني في الشهر والنهار والسنة. اه من بعد يعني غادي تتضغطوا على الشهر والسنة. من بعد هنا ستحتاجوا تاريخ الحقنة الاولى. يعني الحقنة الاولى خد تكون تديروا يعني اليوم والشهر والسنة. السنة يعني سنة الفين واحد واشرية. ولما عرفتوهاش يمكنكم تتزول المركز الصحي. اللي في السنتر ديال الفاكسيناسيون. ويقعطوكم التاريخ. هنا تتدير رقم الهاتف. وتتعود تأكدوه ومن بعد تتدير كلمة تحقق. هنا سنكونوا غيرنا رقم الهاتف. وطوماتيكموت يبنى تغيير الهاتف في اخر اه الرقم اخير. هنا سنقوموا بتسجيل وتنكونوا غيرنا. احنا غادي نبينو بانا ايسا في هنا قمنا بتغيير او لا عدنا الرقم سهر الهاتف. سنقوموا بما العانية عادي لندخول الموقع. باش نقوموا بتحميل. تنديروا رقم البطاقة التاريخ وطنية. تاريخ الازدياد يعني اه الشهر واليوم والشهر والسنة. هنا تنعودوا هذي كلمة التحقق. ومن بعد تنديروا البحث. الى ما اعطاكمش المعلومات عارفوا بانا كان شي مشكل عندكم شي خطأ. اه بالنسبة الناس اه رجلك اللي ما عنده الشهر واليوم. يكتب غير السنة. فمسي تركهم يعني اه خاوين. اه من بعد تنقوموا بالبحث هنا تعطينا الواجهة الثالثة. يعني الصفحة الثالثة. اللي تنقوموا بالتنزيل. هنا هنا جاني ايجيني الكوغض. يعني الرقم من الاربع الارقام في ذاك الرقم الهاتف اللي درتو او اللي عندكم. وتدر تقوم بالتنزيل لهم هنا ذاك الرقم بكتابة دي لهم. ومن بعد تكتب التأكيد. باش يعطينا الواجهة اللي قلت لكم الثالثة. الواجهة هي تحميل جواز التلقيح. ديتها المياه دي. والتاني في استخدام رقم الهاتف الذاكي. هنا تستخدام استخلاف الهاتف دي لك. كشكل صورة. وتيكون الحجم دي لها على حسب سمارتفون. وتتقوم يعني بلا ما تحمل معك يعني نسخة طباعة. هذي كافية لانه في الكود يعني دي لها باين ويعني واضحة. بغيتي تخرج يعني سويا واحدة دي لها في السيارة وواحدة تبقى عندك في الهاتف. تتخرج نسخة طباعة. وتتنزلها في السيارة دي لكل اخرى كذلك تدخليها في الهاتف. كين بعد المطبعات اللي تيقوموا بتصغير دي لها كالشكل بطاقة تعريف وطنية. وتتكون بحل واحد لها كارت. كارت نشيء او لها كارت تتكون يعني اه تزا معك لانه على ما اظن انها يكون واحد البرنامج ولا حتى طبيق لا يكون عند رجال امن على ما اظن انه غادي يبقى يسكاني هذك الكود. من اجل انه ما يكون شي اختراق قلود صغير. وغادي تعرف يعني الشخص مول هذك الواتيق. مول هذك جوازت جوازت تلقي حفوان. هنا عنا قمت بتنزيل دي لهم. وغادي نصفتهم بطار يعني الواتساب. وهيبقوا عندي يعني عادي اه الاخراءة تبقى في الواتساب ما غادي ننزلها عندي في الهاتف. والاخراء كذلك غادي نخرجها في التابعة. الناس اللي يفتحوا من الهاتف غادي يبقى تحميل دي لعنه في دي لشارج مو. هنجو ما كنت ما تشوفو هذي هذو الجوازت تلقي حلي فيه الحقنة الاولى والحقنة التانية وفيه تنة وهذه الحقنة. والسينوفارم ولا استرازينيكا ولا هذو التاريخ دي التلقي حين هذي الكود هذا اللي فيه العالمة حمراء. والكود الاخر. هذو تزادوا اضافوا على بلاست الواتيقة اللي كانت عندنا في الاول ما كانش في هذش هذا. وما كانش فيه تاريخ يصدر يعني جواز دي التلقيح. يعني الشكل يعني اه هذ الحواج اللي تضافوا. وفيه يعني يعني معلومات اه اللي التلقيح اللي النوع اللي ذرته. وهي معلومات مهمة. وهذي صراحة هيك ما قلت لكم. انها تشجع يعني المواطنين ومواطنات. انهم يقوموا بتعمل التلقيح وتنتمنوا اننا نوصلوا حتى النسبة دي التلقيح يعني عالية. لانه باش نحميه ووضع نحميه البلد دي هنا ونحميه يعني كل ما قريب لنا. ونعيشوا بحد الحرية. اه تامة. هنا هذية هذو الجواز تلقيح اللي تكون في سمارتفون. قمت انا با السالف اه يعني على الرقم للهاتف دي لي. ونخليهم عندي ولا يمكن لي نقوم بالطبيعة دي لهم. اه هنا تتخليهمه يعني في اي وقت ممكن لك تخرجهم. اه ما كيش المشكل. غير انك اه احسن انك تخليهم في الهاتف عنك. باش يعني اذا ضعت لك الورقة اولادي ممكن لك تخرجها اولادي. هنا الشكل دي التي يكون على هات الشكل هذا. وبالنسبة للطيبة عارض الطبع الورقة عادية. اه تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لينا اجراء ابسيط هذا. تكونوا تفهمتوا طريقة تحميل. الجواز تلقيه. وتنتمنى يعني صراحة اه ان ان الناس يمشوا لقهم. ارا مهم مهم بزاف. ويعني ونوصل واحد نسبة لي عالية. وتنتمنى التوفيق والله يرفع لنا الوباء. وفيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك. وجيام العجبكم الفيديو. الى اللقاء في فيديو اخر